مرحبا بكم من جديد والآن ننتقل إلى فقرة خبر وتعليق ونتوقف فيها عند قرار المحكمة البريطانية بخصوص قضية الشيخ رائد صلاح والذي جاء فيه أن الشيخ لم يعطى أسبابا كافية ومقنعة لاعتقاله في الثامن والعشرين من يونيو وأنه لم يعطى هذه الأسباب حتى ما بعد الثلاثين من يونيو الماضي كما جاء في منطوق القرار أن الشيخ صلاح يستحق تبعا لذلك تعويضا لقاء احتجازه بشكل غير قانوني حيث أصدرت المحكمة اليوم الجمعة حكما يقضي بعدم قانونية اعتقال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 48 وبصدور هذا الحكم أصبح بمقدور الشيخ صلاح طلب التعويض من الحكومة البريطانية عن فترة الاعتقال التي أمضاها في السجن خلال شهر تموز يوليو الماضي وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر ينضم إلينا سيد زاهن جدات الناطق باسم الحركة الإسلامية في المناطق المحتلة عام 48 مرحبا بك سيد جدات حياك الله سؤالي الأول كيف تقيمون قرار المحكمة وهل تم إنصاف الشيخ رائد صلاح في نظركم القرار هو قرار إيجابي وهو بالاتجاه الصحيح هو صفعة لللوب الصهيوني الذي أراد أن يخرج فضيلة الشيخ رائد صبيحة اليوم التالي يوم التاسع والعشرين من بريطانيا دون أن يقف أمام قاضي بريطاني دون أن يدافع عن نفسه دون أن يسمع في أي محفل كان هو في الاتجاه الصحيح نعم من حيث الإقرار بأن اليومين الأوليين من الاعتقال كان غير قانونيين لأن الشيخ لم يعطي الأسباب كما تفضل ولكن المحكمة حاولت حفظ ماء وجهه وزارة الداخلية بحيث أعطتها غطاء لسائر الأيام وعلى ذلك قطعا نحن سنستأنف وهذا الجزء الآخر لن يثبت أمام الهيئات العليا في القضاء لأنه منافي للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإسلام إذن القرار غير مرضي لكم في الحركة الإسلامية وكم ممثلين للشيخ رائد صلاح القرار جيد وإيجابي ولكن نريد أن نقطف الثمار كلها ونريد أن يكون القرار كله على طيلة أيام الاعتقال أن تعتبر لا قانونية ونحن على ثقة أننا سنحصل هذه النتيجة في الدرجات الأعلى إذن للتوضيح الجزء الأول من الاعتقال وهو الأيام الأولى فقط اعتبرت غير مبررة وغير قانونية أما بقية الأيام فقد اعتبرت قرار وزير الداخلية قانونيا لأن بعد أول يومين اجتمعت دهاقنة الداخلية والمستشارين القانونيين وجاءوا بسبب اسمه أنه يعتقل هذا الإنسان اعتقالا وقائيا خشية أن يقوم بتصرف لا يتمشى مع الصالح العام البريطاني هل هو إذن مشابه للاعتقالات الإدارية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في فلسطين لا شك في ذلك وهذا الذي جعلني أقول لك أن هذا المبدأ لن يصمد في الدرجات العليا بالذات أمام الدرجة التي تسمى سوبريم كورت أمام هيئة اللوردات لن يصمد هذا الكلام طيب ذكرت عن حفظ ماء وجه الحكومة أو وزارة الداخلية هل لمستم تأثير حقيقي للحكومة البريطانية على مجريات المحكمة وخاصة أنه قال البعض أن المحكمة كانت إسرائيلية على أرض بريطانية هل توافق على ذلك؟ دعني أقول لك أن تصريح وزيرة الداخلية عندما تحدثت أمام مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن أنها تريد ملاحقة الشيخ حتى النهاية وأنها تريد إبعاد هذا الشخص المتطرف غير العنيف بحسب تعريفها في حكومتها حكومة المحافظين هذا التوقيت بين جلسة الرابع عشر من أيلول وهو جلسة العليا وبين جلسة السادس والعشرين في محكمة تجرى كان توقيتا مريبا لأن الإعلام وسائل الإعلام الرسمية هنا تقرأ والقضاء يقرؤون ذلك ولكن دعنا نقول لك أننا في موقف سياسي أيضا وموقف قانوني صلب جدا يجب أن ندافع عنه حتى النهاية وأن نقطف ثماره ومنذ البداية قلنا أن القضاء البريطاني حقا وحقيقة في قضية فضيلة الشيخ هو على المحك جميل في سؤال الحقيقة ورد في بعض وسائل الإعلام أن هناك دور مهم كان لإحدى المؤسسات البريطانية اليهودية وذكر اسم مؤسسة حماية المجتمع اليهودي في بريطانيا سي أستي يعني يقال أنه كان لها دور في مجريات المحكمة كيف؟ هل يمكن أن توضح ذلك؟ ثبتة ليس فقط يقال في الجلسة التي كانت يوم السادس والعشرين عندما استجرب طاقم الدفاع الشاهد المركزي من قبل وزارة الداخلية أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المصدر الوحيد لوزارة الداخلية هو كان هي هذه الجمعية لحماية المجتمع اليهودي السي أستي والتي زودت وزارة الداخلية بهذه المواد وللأسف الشديد كان كافيا لوزارة الداخلية السيدة تيريزا مي فقط 17 دقيقة لتوقع على أمر إبعاد فضيلة الشيخ رائد صلاح بسبب مطالبة هذه المؤسسة نعم على الرغم من أن الإنسان والموظف والمستشار المختص داخل الداخلية كتب لها بالحرف الواحد أنه يجب أن لا يبعد أنصح أن لا يبعد الشيخ رائد صلاح لأن قضيتنا ضده تكاد تكون غير مضمونة طيب سؤال الأخير لحضرتك سيد زاهي ماذا عن القضية الأخرى التي رفعها الشيخ ضد الداخلية البريطانية التي تهدف إلى ضحض الاتهامات التي ساقتها الداخلية لاعتقال الشيخ وترحيله والتي جرت في الأسبوع الماضي في بيرمينغهام وهي الأهم وهي جوهر صراعنا ومواجهتنا مع الداخلية البريطانية هو مواجهة أسباب الإبعاد ومجمل ما تفضلت به من إدعاة ضد فضيلة الشيخ هذه المحكمة تختم يوم الاثنين القريب الثالث من أكتوبر في محكمة الهجرة في بيرمينغهام كلنا أمل أن يملك قاضي محكمة الهجرة الجرأة أيضا وأن يقول لوزارة الداخلية أخطأت بحق فضيلة الشيخ أشكرك سيد زاهن جيدات ناطق باسم الحركة الإسلامية في الثمانية واربعين سيد عبد الحكيم يعني إذا في دقيقة أو أقل كيف ترى كمراقب ومحلل سياسي وابن الثمانية واربعين ومعني بقضية الشيخ أيضا كما هو معني كل أبناء فلسطين والعالم الإسلامي كيف ترى مجريات القضية على الساحة البريطانية هل فعلا من أمل أن ينصف الشيخ رأي الصلاح في بريطانيا أنا حسب رأيي أهم نقطة الآن أنه هذا هو من محك القضاء البريطاني أنا في اعتقادي أصبح من الواضح للغاية جدا ولا حاجة لأن تكون حكيما وعبقريا حتى تكتشف أن هذا ملف إسرائيلي في أروقة المحاكمة البريطانية هذه هي لحظة القضاء البريطاني في أن ينكذ ما أوجهه من هذه أعتقد أن وزيرة التي تستجيب لطلب خلال 17 دقيقة هذا فقط يؤكد ويدلل كيف من الممكن أن يخض أيضا تم إصدار أوامر كثيرة بحق آخرين طردوا وسجنوا وأبعدوا دون أن يتم التوقف عن حقيقة وتحصيل هذا هو هم شيء ملف الشيخ رأي الصلاح من هذا الباب هو ملف مهم جدا للعرب والمسلمين في بريطانيا مهم لكل مسلم عربي في أوروبا حتى يتبين من هو الذي يحرك أحيانا والناس لا يدرون أشكرك أستاذ عبد الحكيم مفيد الكاتب والمحلل السياسي أرجو أن تبقى معنا للجزء اللاحق من الحلقة إذن مشاهدين الكرام نخرج الآن لفاصل قصير نعود بعده للنقاش حول خيارات السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية بعد تقديم الطلب لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة